إذن اسمحوا لي الضيوفي أن أتحدث إلى مراسل التغيير محمد فراس من مجلس النواب محمد أطلعنا على تطورات الوضع لديك نعم إلى الآن مجلس النواب كاد يكون خالي من أعضاه لا عدد قليل منهم حضر من النواب المستقلين وأيضا عدد قليل من النواب دولة القانون وباقي الكتل الأخرى إلى الآن لو بالبرلمان كثري البرلمان يكادان يكونان خاليان من النواب إلى عدد قليل كما ذكرت منهم حضر إلى غاية الآن كما تعلمون الجلسة حددت في تمام الساعة السالسة مثال وهناك وقت طويل قبل حضور عظم أجلس النواب إلى مبنى البرلمان نتحدث أيضا عن آخر ما قد صدر من مواقف النواب ومواقف الكتل السياسية كانت إشراقة كانون قد أكلت موقفها من خلال مؤتمر صحفي قد أعلنت من خلال أنها لن تشترك في عملية التصويت على الحكومة الجديدة على الكابينة وزارية الجديدة وأيضا لن تشترك في عملية نيل أي مقعد وزاري في الكابينة المقبلة وهي مكتفية بدورها الرقابي والتشريعي وكانت في مدلولات حديثها بأنها ستتجه نحو المعارضة أيضا قد وصل إلى الآن المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف محمد الشاعر السوداني إلى مبنى البرلمان والذي سيشكل على أساسه لجنة لقراءته وتدقيقه وأيضا الموافقة عليه كانت في بداية المنهاج الوزاري عدة نصوص وعدة مواضيع أهمها محاربة الفساد المالي وهدر المحاربة هدر المال العام وأيضا البطالة تقليل البطالة إيجاد فرص عمل الشباب دعم الطبقة الكادحة من المجتمع العراقي وكان في نهاية المنهاج الوزاري أيضا تعديل قانون الانتخابات خلال ثلاثة أشهر والمضي بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام هذه النصوص الموجودة في المنهاج الوزاري إضافة إلى البنود الأخرى والمطولة الكثيرة التي من خلالها يكون هناك حسب المنهاج الوزاري محاربة الفساد وهدر المال العام وجاءت فرص عمل للشباب تقليل البطالة والكثير من النصوص والمواد التي ذكرت في المنهاج الوزاري إلى الآن هناك خلافات من بعض القوى السياسية على مجموعة من الوزارات وعلى أسماء الوزراء إلى الآن أسماء الوزراء غير ثابتة هناك تغيرات هناك اجتماعات تعقد أيضا هناك اجتماع خارج مدن البرلمان أساسا تأخير عقد الجلسة إلى الساعة السادسة مساء كانت حسب تسريبات قد قيل أنها ستعقد في الساعة الثانية مساء لكن بعد الوصول إلى نقطة تفيد بأن لا يوجد إلى الآن اتفاق حول أسماء الوزارات أو أسماء الوزارات إلى من ستكون بالتالي أجلت إلى الساعة السادسة وهي لمن تكون تأجير رسمي أساسا جدول الأعمال قد أدرج ونشير على أن تكون الجلسة في الساعة السادسة مساء أي أن هناك وقت قبل عقد الجلسة وأيضا تحدث لي بحدث جانبي شخصي عدد من النواب أن الجلسة قد تستمر أيضا أو قد يستمر تأجيلها لبعد الساعة السادسة مساء وتحتاج الكتل السياسي إلى وقت أطول وأكثر من أجل إنضاج الآراء والأفكار والتوصل إلى اتفاقات من خلالها تمضي الكابينة الوزارية هناك حديث أيضا من بعض النواب المستقلين بأن الكابينة الوزارية قد لا تمضي بأكملها هذا اليوم قد تكون هناك وزارات تؤجل إلى جلسات أو إلى جلسة أخرى لكن كل هذه توقعات وكل هذه أحاديث مبنية على أساس القراءات الأولية هناك ساعات أربعة أو تتجاوز الأربع ساعات للتشاور والتحاور للوصول إلى نقطة قد تتفق جميع الكتل من خلالها على آلية توزيع الكابينة الوزارية على أساس النقاط التي حددت سابقا بخمسة للوزارات العادية وخمسة عشر للسيادية وارتفعت إلى تسعة نقاط للوزارات العادية ومن خمسة عشر إلى عشرين للوزارات السيادية هو عرف سياسي وليس قانون ثابت بالتالي هو قابل للتغير قد تكون كذا وقد تكون كذا حسب النقاط وحسب قوة الكتلة السياسية داخل مجلس النواب لتقسيم الوزارات وتشكيل كابينة وزارية كما أكد عليها السوداني من خلال منهاجه الوزاري بأنها ستكون ائتلافية